اهلا وسهلا ومرحبا بكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على بركة الله نبدأ مع طريقة تحضير كوب من الحليب الدافئ ما يعدي ملعقة كبيرة مملؤة جيدا بالسكر سبعة جرام من خميرة خبز الفورية ملعقة كبيرة مملؤة انجح عجينة ممكن تحضروا بها سفلي وهذا حشوها باش مبغيتو غدي نخلطوا جيدا الخميرة مع السكر مع الحليب الدافئ باش تفاعل من بعد غدي نضيفوا بيض البيض والصفر نحتفظوا بحبة بيض ضفنا البيض ديالها احتفظنا بالصفر ربع كوب من الزيت ما يعدل خمسين مللي لتر من الزيت ربع كوب نخفقوا جيدا الزيت ونضيفوا الدقيق الدقيق حسب السوائل نضيفوا بشوية شوية ضفت الملح بكل تأكيد ونجمع في الوقت لضيفت تقريبا واحد جزي لكوز ديال دقيق تحصل على هاد الخليط خفيف ديال الدقيق غدي نحاول اندلكوا بها الطريقة ومن بعد غمضة باضافات الدقيق بشوية بشوية حتى تحصل على عجينة مخفيفة متقيلة من بعد غمضة نريفت تقريبا ايضا وشوق قليلا نضيفو بشوية وشوق دقائق اتضيفوا ايضا قليلا دقيق حتى تدخلوا على عجينة انتظام ربع فتم ربع مخفيفة متقيلة الضويت متقاشة نضيفوا عجينة مخفيفة متقالة تداولوا يدكن متقالة قليل من الزيت وضعتها تختامر نحضر الحشوة قطعت مربعات صغيرة تبلت بالتوابل التوابل وضعت الكاري كوركم فوفل أسود زنجبيل توم بودرة قليل من الزعتر الملح وقليل من زيت الزيتون خلطوا الدجاج والحامض انتظروا عليه قليلا من الأحسن دائما يتشرب تتبلا بدت بيك نقليه جيدا القليل من الزيت دائما في الحشوات نحاول أن نقليه الدجاج جيدا من بعد أن نضيف عليه الحبات البصل وحبه من البابريكا الحمراء ما كترتش البابريكا ما تكترش الفلفلة البابريكا الحمراء والبصل مقطع المربعات ترقيقة نضيفت القليل من البابريكا الحارة أو الحار وغضي نضيف التوم بودرة ممكن نضيفه فصل ديال التوم أو فصلين لما توفرن شبع التوم بودرة انتظروا للبصل قليلا ينزل ثم نضيف ملعقة كبيرة من معجون طماطم ومتفرش على معجون طماطم ضفت الصوصة ديال التماطم تقريبا 1 ملعقة كبيرة والمعدنوس وما تنسوش الزعتر ضروري تضيفه في الدجاج كي يعطين سمزوينة نغطي على الحشوة ونتظر عليها تنشف تشرب الماء يبقى غير زويته ودجاج اللي تقلى جيدا ونغطيه عليه ونتظر عليه يتشحر جيدا ومن بعد نوضعه في شبكة باش ننزل منه الزيت وما يجيش في الحشوة ديالنا هنا من بعد ما تقلى جيدا وضعته في شبكة العجين اختامر ضع في الحجم ديالها الحشوة وضعتها في شبكة باش يبقاش فيها الزيت نشكله كوريات ممكن تخرجوا 12 كورة ولا 10 كورات الحجم ديالهم متوسيطي للحجم نفرغوا الهواء من العجينة نشكله كوريات صغيرة ما شاء الله العجينة الضعف لحجم ديالها اختامرت الاختيمار الجيد وهنا غنشكل كوريات ممكن تخرجوا 12 كورة غنا خرجت 10 كورات غادي نشكلهم بالاستعانة بالزيت ما كنستعنش نهائيين بالدقيق غير دهنة خفيفة من الزيت نغطيهم بلاستي غدائي او زيت فنبقي صدروا عليهم 5 دقائق يرتاحوا او 10 دقائق لحسب الجو هنا يا الجبن محكوك الماء باش غادي لسقوه الحبات والحشوة اللي حضرنا الجبن ممكن استغنو عليه تعوضوه بالجبن ديال صندويش ولا استغنوه على الجبن نهائيا ما تضيفوش تضيفوه غير الحشوة ديالكم في الوسط ديال العجين كنبسطو العجينة بالاستعانة بالدلك على شكل دائري كنحطوه نوضعو الحشوة في الوسط ونضيفو عليها الجبن المحكوك وندهنو الماء في الجوانب ونقفلوه على الحبه غادي نضيفو الجبن ونقفلوه ومات كتروش بزا الحشوة بلاش متخرش في الفورن وو الماء كيساعد dunno ما تفتحش كيلتاسق مع العجين مع الأعلى في الأسفل وكاتجيبو فرشت ووضغطوه في الجوانب تحتفظوا بها كما في هاتش كيل بلا ما تقطع الجوانب كيرجع لكم غير من دوزو دك جرر على العجين رجعوا هاو تقفلوا بالفورشيت بجي شكل ديالها متقون مصافي ونحطوا الحبات في ورق الطهف الصينية اللي غدخل فون غنستمر بتشكيل ديال الحبات من بعد ما انتهيت غن دهنهم صفر البيض قبل ما يختمروا غن دهنهم صفر البيض ورشوا سمسم او اي حبوب كتفضلوا ما بغيتوش ترشوا السمسم كيرجع لكم وانتظروا عليهم 21 دقيقة ربع ساعة كيكونوا الضعف الحجم ليالهم لانهم اختمر الاختمال جيد في الاول انتظروا عليهم 1 ربع ساعة وندخلهم للفورش من بعد ما تدهنهم غطيهم بشي صينية ما تكونش ملتسقة مع الحبات ما تغطيهم بشي زيف باش ما يتلتسقش البيض في الزيف ديالكم وانتظروا عليهم 15 دقيقة الى 20 فورش مسخن على 200 درجة كندخلهم مسخن من الأعلى ومن الأسفل على 200 درجة كندخلهم يطيبوا على خاطرهم تقريبا واحد من 20-26 دقيقة كيكونوا جاهزين وهذا هو التقديم نهائي ديالهم فان شاء الله كيجيوا رائعا جدا كيحمقوا عليهم الأطفال مناسبين جدا للمدارس تعطيهم حبة في النهار غلفهم بفلاسي غذائي ودعم في طلاجة ممكن تعطيهم منهم للمدرسة كيجيوا رائعا جدا اشتركوا في القناة نهاية ہم اشتركوا في القناة